سمعت الكثير من القصص وعودت لكم الكثير من القناة لكن القصة التي سنعود لكم اليوم عمري ما سمعت بحالها نهائيا عمري ما شفت شي داكاء وشي تشيطين بحلي عند هذا المحامي المغربي الذي سنعود لكم اليوم تخيلوا معي كنكتب في القصة وكنوجد فيها وكنتحك كنقول السيد هذا ربما يمكنك الكثير الأخوت القصة اليوم ستكون مشوقة بزيف وممتعاديل بالصح انستالي وحداكم شي قهيوة ولا شي ايتي سيروا شي بلاسة ترونكيل وكالم واعطوني ودنيكم مزيان وتمتعوا بهذا القصة الرائعة اللي غدي نعود لكم لكن حتى انتم مكونوا فشكل وديروا لايك قبل ما تبدأوا الحلقة الأخوت على باركتي الله يالله نبدأ هاد القصة الي غدي نعود لكم اليوم حقيقية ووقعت هنا في المغرب وبالضبط في مدينة مراش كان واحد رجل أعمال تم لباس عليه عنده بزاف الخيرات وعنده بزاف المشاريع يعني الفلوس موجودة هذا رجل أعمال اللي كيقولوا لي لحاج بورحيم كان عنده ولد واحد فقط اسميته أشرف أشرف بالطبيعة الحال من النهار الزاد اللي بغاها كتحضر واللي تشهاتها خاطره وكيجيبوها لي يعني كبر هو واحد طفل اللي مدلل من اللي كبر أشرف أو أعطيه غير الصهارات الخروج البيران المخدرات كل مرة صهران في قنط ينبس غير الماركة اللبس الواعر المغانات الغاليين أما الطموبيلات لا تدعون عليهم كل مرة مخرج طموبيل في شكل يريدون أن يركب على آخر موضيل الآخر ما كان في الموضيلات وبطبيعة الحال الحاج كان نخليه دائر مبغى وبالعكس هو يعطيه الفلوس مهالله فيه هكا والدي سير عيش يقول لك أنه ينعس بالنهار وبالليل عدتك بداحياته المهم أشرف كان ملفي وصحابه 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 قاله كيف يدير بخير لا بازك قال لي ما تبدأ اليوم لنشربه قال لي مرحبا قال لي ما أتبعي قال لي أشرف لم تقعد على صداع لم تقعد على شيء فقط تريد أن يكون صحابه قال لي وريد من أن يكون هذه الأشرف سيضع لسرعة وبالتالج وصحابه ويذهبى ويستطيع العيش ويغلس وسيحرق ويشرب وسيقوم بعمل وسيعط تبصيل في الفواكه وسي Learn لكي يكبر ما يهم ونبدأ ناعم هنا أشرف لمعرفة فإنك ونبدأ ناوض وأحاول هنا هنا أشرف سينوت سيهز ذلك الموس الذي كان محتوى مع ذلك الفواكه و ذلك الشيء سيهز الموس و سيدقه لصاحبه في عونقه صاحبه سيطح في البلاسة و تموته و لا سيتحرك أولا الناس كلهم اللي تم تصدموا و لم يفهموا إليه خصوصا كلهم يعرفوا أشرف كلهم يعرفوه باللي هو ولد الحاج فلان ولد الفشوش وحتى هذا الملبر اللي تمت هو يعرفه حتى قليان دياله يجي عنده ديما لكن وخاها كاك كلهم كيحملوش كلهم كيحملوش حتى داعصر بزاف وفي العياقة المهم الناس كلهم تشمعوا لذلك الدر اللي يطايحوا و سيطل الإسعاف و سيطل الشرطة هنا أشرف من اللي شاف القادية حامضة بحالكة سيهرب سيأتي سيارة الإسعاف و سيهزوا هذي كل جدة سيأتي لذلك الدر المسكين اللي ملقوا فيه المسكين ميت تعتق مات و شبع موت أما بالنسبة للشرطة في البلاسة سيمشوا يقلبوا على أشرف و دغية سيلقوه و سيلقوا عليه القبض دغية هنا الحاجم اللي وصلته الخبار و سمع باللي ولده راه تشد و سمع باللي ولده راه قاتل شي واحد راه بغي تسطر أواه وش أنا حياتي كاملة و أنا خدام و كنت رفتها مالة و درتها التروة كاملة باش نخليها لولدي و هو يولتها فالأخر دابا غدي تشد و غدي تعدم لمن غدي نخلي هاد شي كامل و لمن غدي تبقى هاد تروة كاملة و خاصكم تعرفوا واحد الحاجة الخوت هو أن هاد القصة راه وقعت في التمانينيات يعني بالضبط في 1985 و ذاك الساعة كان مازال حكم الاعدام كيت تنفد في المغرب حيات آخر اعدام كان تنفد في المغرب كان في سنة 1993 كان تنفد على واحد عامية الشرطة اللي كان دار واحد الجريمة خيبة و بشعة إلا بغيتوا نعود لكم هاد الجريمة و نعود لكم القصة دير هاد عاميد مع لكم غير تكتبوها ليه في التعليقات و مرحبا المهم نرجع للقصة ديالنا كيف مما قلت لكم الحاجة من اللي يسمع هاد الخبار هاد و اسمع باللي و غدي تشد و غدي تعدم و هاد تروة دياله كاملة غدي تضيع و غدي تمشي غير هكاك قال مستحيل مستحيل نهائيا يتطبق عليه الحكم راه مستحيل ضروري خاص نير القشي حلب في البلاصة الحاجة غدي يمشي نيشان عند المحامي دياله الخاص الحاج عند وحد محامي خاص واللي مكلف لي بالأمور ديال الشركات دياله قال لي الحاجة اسمع نافلين اسمع ناش غدي نقول ليك انت عارف باللي انا اختاريتك من دون بزاف المحامين اختاريتك على قبل الدكاء ديالك مخدمك عندي و مهلي فيك و ديرلك و حضراتي بشهري اللي ما غدي تحلم بي فتشي بلاصة و حضراتي بشهري خيالي اللي ما غدي تشده فتشي بلاصة انا عارف باللي اي قادية كتكون عندنا في الشركة ديالنا كتقدر تحلها و تنجح فيها لكن هاد القادية اللي غدي نقول لك اليوم هي اللي غدي تحكملك على مستقبلك والدي اشرف رح شدوه البوليس بتهمة القتل شدوه متلبس و متبوت عليه الجريمة و دابا يا اما غدي عدموه او يا اما إذا تطلوه فيه غدي عطاهم مؤبد انت عارف باللي هاد تروا كامل اللي عندي بغي نخليها الولدي و الى مات ولدي لما غدي نخلي هاد شيء هاد شيء كامل غدي ضياع و اصلا حتى انا كبرت وولدت واحد الراجل اللي كبير اللي ما نقدرش نعوده نولد شيء طفل عوديني من جديد ومدا نكبر فيه ومدا نربي فيه يعني مستحيل شوف السي المحامي بغيتك طلع لي يا ولدي من هاد القادية براءة المحامي قال لي شنو براءة اشكش قول السي الحاج والدك شدوه متلبس وقال ادي اللي كتبت على انه هو القاتل مليار في المئة نقدر ندير جهدي كامل و نقدر ندير فوق طاقتي باش هاك يقدروا غير يخفو عليه الحكم مثلا نقدر لقى حل انهم يعطيوها غير مؤبد يعني نقدر نقناعهم باش مينفدوش عليها حكم الاعدام نقدر ندير مع الاهل ذلك الدحية اللي ماتت باش هاك يقدروا ينقصوا ليه وخا غير شوية مثلا يحكموا عليه بوحد خمسين عام ولا أربعين عام أما باش تقول لي خرجوا براءة فهذه واحد حاجة اللي لمستحيلة هنا الحاج قال لي شوف سمعني ما كي لا هذه ولا هذه قلتلك غدي تخرجوا براءة هي غدي تخرجوا براءة ما بغيتك تقول لي حتى حاجة غدي نعطيك مهلة من دابة حتى اليوم المحاكمة وإلى ما طلعت براءة كنقسم لك بالله حتى غدي نخرج لك على مستقبالك أول حاجة غدي نطردك ما غديش تبقى خدام عايق ثاني حاجة غدي نوصع لقع الشركات ووقع المكاتب باش حتى شي واحد ما غدي يخدمك يعني ما غدي تحلم تخدم فتشي بلاصة هنا في المغرب وانت في الطبيقة الحار راح عارفني ان انقدر ندير لاص rivers يلو او الذي يحكم عليه بالإإعدام وبالمؤبد غدي نبقى تابعك وغدي ندير مقابلك غير انت في حياتي ما غدي نبقى أن ندير واله في حياتي غان قابلك غير انت حتى غدي نخرج عليك تقول لي متشريت اهنا المحاامي عرف بلي القادية حامضا عرف القادية حامضا خصوصا ان الحاج يقدرد لك مذهل اللي قال لي المهم قال لي ها واخها قادي نشوف انا قدا نفكر في شي حل قال لي الحاج خذ راحتك عندك الوقت من دابق حتى اليوم المحاكمة المحامي من اللي مشى الضار وقال أش هد شي طحت فيه أش هد شي طحت فيه ولا غير مهموم وكيفكر ما بقى كين عاس ما بقى كياكل ولا غاك يفكر وسائي غادي دوز نهار اللول نهار الثاني الأسبوع اللول الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث أول واتشفك رمازال ما بغادي جاتوا هاد القضية مستحيلة شنو غايدير شمان هاد شنو هاد الحل غادي يخرج ولده بارا ارى ممكنش فوحد الليلة المحامي كان يلا حط الراس باغين عس وهي تشي واحد الفكرة وراكم عارفين هادك الوقايات اللي كان حطوا راسنا على المخدة باش ننعس وكيف دوجوك الأفكار وطعيوك الأفكار ذاك شي اللي طراليه تاونيش بالضبط كان حاط الراس باغين عس حتاجات الفكرة المناسبة اللي غادي دير هاد الفكرة هي الطريقة الوحيدة باش يقدار يخرج ولده باراة لكن خاصها تطبق وما خاص يكون فيها تشي غالط خاصها تطبق بمية في المية المهم اللي فاق الصباح مشهنيشان عند الحاج دخل عنده قال لي الحاج او الديره بغيت ندوي معاك قال لي الحاج شوف لجيتي باش تقول لي يا رمان قدار شو لا ياد ياسير في حالك قال لي المحامي اللي بغيت نقول لك شي حاجة ضروري خاصتين نقلس نويك باش نقول لك وحد الهضرة قال لي الحاج اياه مرحبا تفضل شنو كين قال لي المحامي بالنسبة لحل ديل ولدك باش يخرج باراة غدي تخصك عشرة المليون ديل الدرهم اللي هي مليار سنتيم كيف ما كنقول لي احنا مليار الحاج قال ليه إلا كان ولدي غدي يخرج نعطيك هاد الفلوس كينين موجودين ونعطي حتى اكتر ونزيدك فوق منهم لك انتايا هادية يليك وبطبيعة الحال المحامي قال لي هاد المليار اللي غدي تعطيني غدي تكون غير مصاريف ديل هاد الخطة اللي غدي ندير باش نقدر نخرج بها ولدك المهم الحاج وافق قال لي هاد الخطة قال لي المحامي دابا ما غدي نقول لك لا خطة الاول دابا غدي تعطيني غير الفلوس وتقفية حتى المن بعد وغدي تعرف كل شيء دابا بغيتك تعطيني غير النص دي لهذا المبلغ اللي قدتلك يعني غدي تعطيني غير 500 مليون وخمسمائة مليون اللي قدت تعطيها لي من بعد الحاج قال لي هاد مرحبا مرحبا ما يكون غير خاطرك غير هو تدير معي هاولا هارك غدي تضيع المحامي قال لي هاد يكون هاني انتا دابا غير رتاح وتفرش الغدل يمشي المحامي عند مدير السيجن في المشدود اشرف غدي يدخل عند المدير السلام السلام عرفه براسه وقال لي هاد المحامي هذه الحاج فلان اللي ولده مشدود وهذا ما يمعود له الغصة قال لي أدير لاني بدعم معك في هذا الموضوع لكن ليس هنا وقد بدعم معك في هذا الموضوع براسه المدير قال ليه اخ화 مرحبا اختصار ب勾 واحدا ثفي بلاسق وhang المدير قال لمحامي ما الذي يحب الخاطر وما الذي زاله مستغل Edison المحامي سkraft واضح تسمعه في الم Jose ilaflei المال سيكون هنا ر algunosة أمدر قبلة ويقعلهاasta وفيه هاية 200 مليون الليون. والدير تصدم تراه هاي الوكال كلهم همئة مليون سنتيم وoshift أ 마련 شايف كاملة تصدم كما انه هذا الشي المحامي قال لي لا 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 غير باللاتي ما غد نطلب منك تشي حاجة اللي غد يتورطك ما غد نطلب منك تشي حاجة اللي ماشي قانونية رحت انا محامي ومعروف وغد نخاف على الصمع ديالي المدير قال لي ها وهد مئتين مليون هذي اللي حد دابه ديالاش؟ المحامي قال ليه شوف بغيتك تخرج لي الدري اشرف من السجن للمدة ديال ساعة وحدة فقط وغد نرجعولك غد يتخرجوا لي من السجن غير ساعة وحدة وغدي تاخد هذي مئتين مليون كاملة المدير قال لي ها وش منيتك وش بغيت نخرج لك موجريم قاتل من الحبس وشنو ضمني انك غد ترجعولي المحامي قال ليه شوف غير تقبية بغيتك تقبية انا ما عنديش الرباح انني نهربوا واصلا ما باغيش نهربوا كيف ما قلت لي انا بغيتو غير ساعة وحدة صافي وغد نرجعولك وانما رجعتوش شدني انا في بلاستو راني كنواعدك انني غد نرجعوليك غير من بعد ساعة وانتق في هذه الساعة ستأخذ عليها مئتين مليون وهذا واحد المبلغ اللي كان كبير بزاف خصوصا في هذا الوقت في الثمانينات عتيش نهي مئتين مليون في الثمانينات وخي يخدم عليها الف عامر ما غديش يجمعها المدير كيشوف الفلوس وساكت كيف يفكر قال لي ها المشكلة هو في الحراس كيفاش غد ندير معاهم هنا المحامي غدي جبد ليه مئة مليون اخرى يقول لي هاك هذا مئة مليون ارشي بيها تلك الحراس وشوشنه تدير المهم لقى شيحل دابع عندك تلتمية مليون مئتين مليون لك ومئة مليون باش ترشي بيها الحراس ديالك ومن خافش عليك رك داروري غدي تلقى شيحل وشي تخريجك باش تقضي معايا هذه المسألة وراه غير ساعة وحدة صافي المدير بقى ساكت قال لي هاا امت بغيتي قال لي ها المحامي بغيته غدق في الليل مع الوقاية الفلانية المدير وافق قال لي ها صافي واخا مرحبا ها نشوفه تشيفين غدي خرج وبالفعل غد لي داروا معاك الوقاية فاش غدي تلاقاوا غدي المدير غدي يخرج أشرف من السجن وغدي يسلمه للمحامي المحامي بطبيعة الحال غدي يعطي حتى هو الفلوس اللي واعدوا بها المدير قال لي شوف ساعة وحدة ورجعوا عندك تعطل عندك تعطل قال لي المحامي صافي راه كلمة ذي الرجال كون هاني المهم غدي دي ماري الطموبيل وحدها أشرف راكب معاه وغدي يتحرك بين قوسين بلما يطح في بالكم بلما هادي المحامي بغي يهرب أشرف لا راه ما غديش يهربوا راه بالفعل غدي يرجعوا من بعد ساعة المهم من بعد ما غدي تحركوا وغدي ديه الطموبيل حدا هذك البار اللي كان كيشرف فيه البار اللي وقعت فيه الجريمة قال لي شوف أشرف سمعني مزيان أش غدي نقول ليك ستدخل البار وقلس وقلس ستشرب بحالة مواقع لا تدهاش في هذك الناس اللي الداخل لا تتسوق لهم رغم ما ستفهموا وكلهم ستبقى يشوفوك ويدوعلك ولكن لا تتسوق لهم قلس شرب وخد راحتك حتى تكمل ومن اللي تسالي نطشت شي واحد صلخوه وضربوه مهم دوزلي تتم وشي حاجة وهرب لكن عندك يشدوك شوف أشرف سمعني مزيان من بعد ما تضربشي واحد هربو متخليوهمش يشتوك نهائيا وإلا الخطة دينا غدي تفشل من بعد ما تهربجي عندي البلاسة الفولانية غدي تلقاني كنت سنك تم يا الله دا بسير هنا أشرف أصلا ما خاسر والو مكحلها مكحلها قال لي بسم الله زيد مرحبا و بالفعل غدي تتم داخل البار ومن هذا يشوف فيه مفاهمين والو هذا هو ولد الحاج ولد الفشوش ببواها فاسرهالية بالفلوس حشوما وعيبي يلا حقعت الواحد ودغي يخرجوه من الحبس الظلم هذا صافي غير حتبواها لباس عليها باين ببوا عنده شي شي كالا صحيحة المهم كلهم كيشوفوا فيه وكيوشو بيناتهم لكن خايفين منهم ممسوقش ليه ومشا عنده داك مولي بارخ دا المسائل ديالو اللي بغل ويحتموا للبار اصلا حتى هو كيعرفوا تاو بقى كيشوفوا سكت اشرف خذ المسائل ديالو ومشا قلس في واحد بلاسة وبقى كيشرف هنا من اللي شاف راسو بدك يسكر غادي ينوض غادي يهز واحد القرعة وغادي ضرب واحد السيد كان حدا للراس هادك السيد مسكين غادي طايح غادي غيب اشرف هنا غادي هرب وغادي خرج من البار وغايمشي للبلاسة في ندار معه المحامي الناس كلهم اللي كانوا تم تجمعوا عليه عيطوا الاسعاف عيطوا الشرطة هادك الدرب اللي كانت فراسو وكانت خطيرة بزاف لكن الحمد لله ما ماتش قدروا يهزوه في الاسعاف ويعطقوه المهم الناس كامل اللي كانوا تم في البار كلهم حقدوا على اشرف ولد ولد الحاج هادك رجل اعمال كلهم تعصبوا بزاف وحسوا بالحقرة الاب ديال هادك الضحية الدر اللي طاح لتدرب فراسو غادي جمع هادك الشهود كامل اللي كانوا في ذاك البار لتقريبا 31 شاهد ومعهم حتى هادك مول البارتا هو كان شاهد غادي يمشيوا كلهم عند مدير الامن وغادي يدخل عنده الاب ديالتحية وغادي يعود ليها هادشي كامل اللي وقع يقول لي هاكين وهاكين وهذاك البارهوش ولد الفشوش اللي اللي كان قتل وماش تديتوش في الحبس راه دابة تعدى على والدي وضربوا الراس وكان غادي قتله بسببكم دابة باش وقع هادشي واش ما كتخافوش الله واحد قاتلوا في العود اللي تشدوا في الحبس رجحت ببولة بس عليه اشهد الشي راح شوم عليكم مدير الامن قال لها بلاتي بلاتي هذا الدري هذا اللي كتدوا عليه دابة راه مشدود دابة في الحبس كيف الشهولي دارة الجريمة واش متاقنين من هذا الشي اللي كتقوله قال لها اي هاسيدي متاقنين واشفناه بعينينا وقاع الشهود اللي كانوا تم كلهم حاضرين وانا جبتهم كاملين باش يشاهدوا هنا مدير الامن بقى غير كيشوف مرحبا واخدخل هذه الشهود نسمع الاقوال ديالهم سوف يدوز الشاهد الأول سوف يدوز نفس الهضراء سوف يدوز 31 شاهد ومعهم حتى ذلك ملمحات كلهم قالوا نفس الهضراء وكلهم شاهدوا بل اللي اشرف هو اللي يضرب هذا الدري لراسه المهم خدل اقوال ديالهم كاملين وكل شاهد كتب الاقوال دياله في ورقة الغد له مدير الامن سوف يمشي نيشان للسجن في المشدود اشرف سوف يسول عليه ماذا هذا الدري مشدود سوف يدخل عند المدير السجن سلام السلامة سوف نسولك على هذا الدري اشرف هو اللي اشرف وماذا مشدود عندكم وماذا مشدود عندكم ولا خرجتوه من الحبس المدير قال له ماذا تقول هذا السجن سوف يدنا لا يمكن ان يخرج كيف سوف يدخلوه يخرج من السجن مدير الامن قال له البارح جاء شهود عندي كثير من 30 شاهد كلهم يشاهدون بل هذا الدري هذا المشدود سوف يدخلوه يدخلوه المدير قال له مستحيل ما الذي تقول فيه سوف يدخلوه وبالفعل سوف يستدعيه ويأتي لديه المدير الامن قال يمكن أن يكون شئ واحد يشبه ليه المهم القادية يتخرب قاتل ومعرف وماذا يديره قال له يمكن أن يكون هذا غير شئ واحد آخر يشبه ليه بالساف وبالطبيعة الحال المحامي ديالنا حتى اللي هنا غير ساكت وكيتفرج وكيتسنف المحاكمة كيتسنف المحاكمة لكي يكمل ذكي اللي بدأه وبالفعل سيتدوز لأيام وليام حتى يوصل للموعد المحاكمة في الجلسة الأولى المحامي سيقول القادي اسمعني يا سيد القادي هالذر هذا الذي شادين وهالذر أشرف سيكون بارئ هالذر الذي قدامكم الذي يسحب لكم بالذي هو قاتل سيكون بارئ لا يديره القادي قال له كيف بارئ ما بارئك أكدوا عليها سيتدوز وقع الناس الذين كانوا تم كلهم شاهدين بالذي هو الذي قتل وحتى ما لم يحلمون هذا البار حتى هو شاهد أداة الجريمة التي استعمل لكي يقتل هذا السيد حتى هي كان تمك كل شيء كل شيء ضده ما بارئك أكدوا عليها سيد الأخر مسكين سمعت وستدفن ما بارئك أكدوا عليها هنا المحامي قال لي سيد القادي سيكون هذا الأيام جاءت بأحد الشاكاية على هالذرينيت الذي قدامكم سيكون هذا الأيام من 30 شاهد سيكون شاهدوا بالذي أن يديره تعدى على شيء واحد في البر تعدى عليه وضربه الراسه كيف سيكون تعدى عليه وكيف سيضربه وهو حبس كيف أشرف سوف يذهب للبار و يقلاس و يتعدى على شخص و هو مشدود في الحبس عندكم هذا هو أكبر دليل على أن أشرف بارئ و المجرم الحقيقي سوف يبرا عيش حياته دابا و طلاق و يستطيع أن يقوم بجرائم آخرين محدده و مازال ممشدود أما هذا الدر الذي قدامكم أشرف فهو بارئ و مسكين و لا يقوم بواله سوف يستحيل أن يقوم بشكل شيء بحلاكة سوف يقوم بشكل شيء بحلاكة سوف يقوم بشكل جيد هذا القاضي يريد أن تتقن من الكلام المحامي لكن هذه الشهود كاملة الذين كانوا كثير من ثلاثين شاهد و احتموا لدير الأمن و احتموا لما حلموا هذا البار كلهم شاهدوا بالذين أشرف و هو الذي تعدى على هذا الدر و ضربوا رأسه و غير هذه الأيامات و غير هذه الأيامات التي فاتوا هنا القاضي قال لهم صافي صافي إذن القاضي بينهم أعود أنتم الذين يجبون لي هذا المجرم الذي يجبون هذا الجرائم كامل و ما زال هذا يدور برا طلاق و أخذ راحته يجبون لي هذا المجرم المسكين الذي يشبه له يصبح قلبه على المجرم الحقيقي الذي يجبون هذا الجرائم و هذه الساعة سيتعاقب بأقصى العقوبة أما بالنسبة للأشرف هذا المسكين الذي نحكمه فيه و لا يجبونه فهذا صافي سيخرج براهة و بالفعل سيحكم هذا القاضي بالبراهة على أشرف و غير هذا شيء صافي القاضي قال لرجال الأمن هذه المرة من تشده شيء واحد حتى تتاقنه حتى تتاقنه بالذين يجبونه يجبونه حاكمه لا يجبونه و بالطبع الحال حتى هذا المدير الأمن سيشهد بالذين المجرم الحقيقي سيكون مازال برا السجن طاليق و هذا سيسد هذا القاضي أما بالنسبة لصاحبنا المحامي الذي سيدي أشرف عند الحاج الحاج تصدم و مفهامه أصلا هو ما قدرش يحضر المحاكمة يعني كان متوتر بزاف و ما قدرش يحضر المحاكمة ذي الولده قال المحامي أنا غادي نتسناك غير في الدار الحاج من اللي شاف ولده فرح و بقى غير كيضحك قال المحامي ما هليكش هنا المحامي قال ليها الحاج ده بتقدر تعطيني الفلوس لي تعفقنا عليهم هذو كل كمالة للفلوس تقدر تعطوني اليدابة الحاج قال ليه مرحبا تستاهل كل الخير المهم غادي دوزوا الليام وليام والمحامي هذا المحامي هذا غادي تتوفى الله يرحمه والله يسمح لي الله يسمح لأي واحد كدير شي يحويش بحاله و خاف الحقيقة العقاب دياله كيبقى بينه وبين الله و ربي اللي الذي سنرى ماذا سنفعل معه لكن هذه القصة قبل أن يموت أعودها لصديقه الذي حتى هو محامي صديقه قريب لي هذا الصديقه حتى كان حاضر ذلك النهار في المحاكمة هذا الصديقه لم يفهمه ولم يفهمه كيف حتى تحلل هذه القضية واحد النهار كانوا قالسين ويسولوا وقال لي كيف قدرت تحلل هذه القضية الأشرف بما أنه صاحبه وعزيز عليه وقراب البعضيات ومكتق فيه قال لي أنا سنعودك ماذا قدرت ولكن واعدني أنك ما تقول لتشي واحد وتبقى غير بنادنا المهم عود ليه كل شي وعود ليه القصة كاملة حتى أصدق أننا عرفنا القصة وعودناها لكم الأخوت القصة ديالنا سالات نتمنى تكونوا عجباتكم وإلى عجباتكم ما تنسوش تخليوا لايك وتبارضع جوا مع صحابكم كان معكم أمين القيطي تلا